بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال خصائص الوجوب الغيري بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي وهي أمور بعد أن بين الشيخ معنى التبعية التي بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي وهي بحسب ما تبين لنا من الأبحاث السابقة هو الترشح يعني ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي ولكن كما قال الشيخ لا بمعنى ترشح المعلول عن علته وإنما بمعنى أن الوجوب النفسي أو الواجب النفسي يكون بنحو الباعث نحو الوجوب الغيري نحو جعل الوجوب الغيري غيري باعتباري أن المقدماء والبعث نحو والمقدماء والأمر بالمقدماء إنما هو لأجل تحصيل ذي المقدماء الغرض الأساسي إنما هو متعلق بذي المقدماء ولما كان ذي المقدماء لا يمكن تحصيله أو تحصيل الملاك الموجود فيه إلا بأن يؤتى بالمقدمة أولا فإن الوجوب ذي المقدمة يكون باعثا نحو ماذا نحو الأمر بالمقدمة يكون هو نعم الباعث لجعل الوجوب المتعلق بالمقدمة هكذا فسر التبعية أو هذا المعنى في الحقيقة من معاني التبعية الذي ارتضاه الشيخ رحمة الله تعالى عليه للعلاقة بين الواجب النفسي وبين الوجوب الغيري قال بعد أن اتضحت هذه العلاقة وهذه التبعية ندخل هنا في بيان خصائص الخصائص التي يمتاز بها الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي يعني باعتبار أن الوجوب النفسي هو الباعث لجعل الوجوب أو الواجب النفسي هو الباعث لجعل الوجوب الغيري لا بد أن تكون هناك فوارق وهناك خصائص يمتاز بها الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي هنا الشيخ يريد بيان جملة هذه الخصائص الخصائص الأولى هي أن الواجب الغيري أو الوجوب الغيري كما أنه ليس له بعث استقلالي إنما البعث نحوه مترشح عن البعث إلى الواجب النفسي كما تقدم يعني أن المولاء إنما هو أولا وبالذات يبعث المكلف نحو تحصيل الواجب النفسي نحو تحصيل ذي المقدمة باعتبار أن الملاك والغرض الذي يريد من المكلف تحصيله إنما هو موجود في الواجب النفسي ولكن حيث أن الواجب النفسي متوقف في وجوده وفي تحققه خارجا على المقدمة فإنه يحصل هناك بعث تبعي غير استقلالي نحو المقدمة كما أنه لا بعث استقلالي لها وإنما يكون الداعي لذلك البعث هو تحصيل ذي المقدمة تحصيل الواجب النفسي كذلك لا طاعة استقلالية للوجوب الغير ليس له طاعة استقلالية وإنما إطاعته تكون بتبع إطاعة الوجوب النفسي يعني هنا المكلف مثلا إذا أراد أن يطيع الأمر بالصلاة وهو واجب النفسي أراد أن يطيع الواجب النفسي في الصلاة وأراد أن يصلي ماذا يفعل؟ هنا عليه حتى يطيع الوجوب النفسي ويلتزم بالوجوب النفسي يجب عليه أن يأتي بالوجوب الغيري أو بالواجب الغيري وليس للواجب الغيري يطاع في حد نفسه بغض النظر عن ذي المقدمة يعني لو افترضنا أن ذي المقدمة لم لعارض معين مثلا أصبح غير واجب على المكلف فهل يجب عليه أن يأتي بالوجوب أو الواجب الغيري هنا لا طاعة الواجب الغيري أيضا بتبع طاعة الوجوب النفسي طاعته أيضا غير مستقلة كما أن البعث إلى الواجب الغيري غير مستقل وإنما هو بتبع البعث نحو الواجب النفسي فكذلك طاعة الوجوب الغيري تكون بتبع طاعة الوجوب النفسي المكلف إنما يريد إطاعة الوجوب النفسي غرضه وغايته إطاعة الوجوب النفسي ولكن لما كانت هذه الطاعة تعني تحصيل الواجب خارجا الإتيان بالواجب خارجا كالإتيان بالصلاة خارجا فإنه حتى يأتي بالصلاة عن طهارة خارجا لا بد أولا أن يأتي بماذا بالطهارة ففي الحقيقة طاعة الوجوب الغيري إنما هو لأجل أن يتوصل بها إلى طاعة الوجوب النفسي فطاعته أيضا تكون تبعية وبتبع الوجوب النفسي لاحظوا قال بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي وهي أمور أولا إن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له كما تقدم لا إطاعة استقلالية له وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إذا إلى ذي المقدمة بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه طبعا يترتب على هذا الفارق يعني بعد أن قلنا أن لا طاعة استقلالية للواجب الغيري وإنما طاعته صرف توصل يعني إنما يطاع لأجل التوصل الغرض من إطاعته هو التوصل لإطاعة ذي المقدمة أو يعني لإطاعة الوجوب المتعلق بذي المقدمة للإتيان بالواجب هنا أيضا يقول فلابد من القاول أنه لا ثواب على إطاعة الواجب الغيري يعني لو أن المكلف مثلا أطاع الواجب الغيري ولم يمتثل الواجب النفسي يعني جاء بالمقدمة ولم يأتيه بذي المقدمة فهنا هل يكون مستحقا للثواب على الإتيان بهذه المقدمة هل يكون مستحقا للثواب من قبل الله سبحانه وتعالى لأنه أتى بهذه المقدمة مع أنه ترك ذي المقدمة هنا لاحظوا لا بد أن يلتفت إلى نقطة مهمة هنا من حيث نفس هذا الواجب الذي ترشح عنه الوجوب الغيري لا يستحق المكلف الثواب نعم قد يستحق بعنوان آخر نحن لا نتكلم عن العناوين الأخرى قد يستحق مثلا اعتبار أنه ماذا راعى حرمة المولى وسعى فيما إذا طبعا كان تركه للواجب النفسي عن عذر أما طبعا إذا عصى الواجب النفسي فمن الواضح أنه أصلا لا ثواب له على الواجب الغيري لكن قد يؤتى أما لو جاء بالمقدمات ثم عرض ما يمنعه عن الاتيان بالواجب النفسي فهنا من حيث نفس الوجوب الغيري لا يستحق الثواب نعم قد يستحق الثواب نحن لا ننكر أنه قد يستحق الثواب بدليل آخر لانطباق عنوان آخر عليه مثلا شخص كان سافر إلى مكة وفي الطريق مثلا عارض عليه لم يتمكن من إتمام الحج هنا نقول من حيث الوجوب الغيري لا يستحق الثواب على نفس طيه للمسافة ولكن نعم قد يستحق الثواب من باب آخر الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين نحن لا ننكر أنه قد يستحق الثواب من باب آخر من باب مثلا سعيه في طاعة المولى نعم من باب مثلا أنه احترم مولوية المولى أو ما شابه ذلك نعم قد يستحق الثواب من هذه الجهة ولكن نحن ما نتكلم عنه هنا من الثواب هو استحقاق الثواب عن طاعة نفس هذا الوجوب الغيري هل يستحق الثواب أم لا؟ نقول لا يستحق الثواب على طاعته نعم إنما هو يستحق الثواب على ماذا؟ على طاعة الوجوب النفسي طاعة ذي المقدمة يستحق الثواب على طاعة ذي المقدمة أيضا بالعكس العقاب أيضا لا يستحق العقاب على ماذا؟ على عصيان الواجب الغيري لو أن إنسان عصى الواجب الغيري فإنه لا يستحق العقاب على عصيانه للواجب الغيري وإنما يستحق العقاب على ماذا؟ على عصيانه للواجب النفسي للوجوب النفسي يعني مثلا إنسان كان مأمورا بالصلاة عن طهارتين فلم يأتي عصى كان هناك وجوب غيري متعلق بمثلا الوضوء أو التيمم أو الغوس في الطهارات الثلاث وعصى هذا الوجوب الغيري لم يتوضى فإنه هنا لا يستحق العقاب على عدم وضوئه وإنما نعم يستحق العقاب لأنه لم يأتي بالصلاة عن طهارة يعني هو لو لم يأتي بالوضوء مثلا وصلى بلا وضوء من دون أن يكون هناك مثلا عذر أو ما شابه ذلك صلاته طبعا باطلة باعتبار أن الصلاة التي يريدها المولا هي الصلاة عن طهارة وهو قد جاء بالصلاة من غير طهارة هذه الصلاة لو صلىها تكون باطلة غير صحيح لم يأتي بالواجب الواجب هو الصلاة عن طهارة فهنا يستحق العقاب على ماذا على عصيانه لذي المقدمة وهو الصلاة أما هو عصى الوجوب الغيري المتعلق بالوضوء مثلا فهل يستحق عليه العقاب نعم أيضا لا يستحق عليه العقاب ولكن لا بد أن يلتفد إلى أنه نعم هناك مثلا بعض الروايات وردت بجعل الثواب على بعض المقدمات مثلا أنه من مشى إلى الحج أو من مشى إلى زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هناك الروايات تذكر أن له مثلا بكل خطوة كذا من الثواب له كذا من الله سبحانه وتعالى كذا من الحسنات من الله سبحانه وتعالى هنا نسأل سؤال إذا كانت قطع المسافة إلى مثلا إلى مكة أو قطع المسافة إلى ضريح الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هو لأجل الزيارة أو لأجل الحج فقطع المسافة هو مقدم فلماذا هنا جعل الثواب عليها؟ بمقتضى ما قلنا من أن الوجوب الغيري أو أيضا الاستحباب الغيري إذا كان بالنسبة إلى الصلاة إلى عفو زيارة الإمام الحسين عليه السلام هنا الاستحباب الغيري أو الوجوب الغيري المفروض أنه الوجوب الغيري أو المستحب الاستحباب الغيري لا يكون هناك ثواب عليه حسب ما بينا هنا ولكن بمقتضى هذه الروايات لا بد من القول هنا أن الثواب الذي جعل على ذلك العمال قد قسم على مقدماته لماذا؟ باعتبار الشيخ يقول هكذا باعتبار أنه ورد في الشريعة أن خير الأمور أحمزها يعني في كل عبادة من العبادات هناك مراتب مشككة لطاعة هذه العبادة مراتب مشككة مثلا حينما يأتي الإنسان ويصلي صلاة معينة هناك من يأتي بالصلاة فقط وفقط يأتي بواجبات الصلاة الواجب فقط الأذكار والأعمال الواجبة فقط هناك من يأتي بالواجبات مع بعض المستحبات هناك من يأتي بالواجبات مع بعض المستحبات أكثر من الأول هناك من يأتي بالواجبات مع أكثر أو جميع المستحبات الوالدة في الصلاة لاحظوا طبعا هذه مراتب للصلاة وكل مرتبة كانت صحيحة طبعا ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى تستحق مقدارا من الثواب أكثر من تلك باعتبار أن هذه المراتب العالية تكون أحمز أصعب على الإنسان يعني فيها كل فزائدة وكل ما كانت الطاعة فيها كل فزائدة وتكون بنحو أتقن طبعا كل ما كانت الطاعة بنحو أتقن تكون فيها كل فزائدة فالتي فيها كل فزائدة يكون ثوابها أكثر الحسنات التي يعطى الإنسان عليها يكون أكثر خير الأمور أحمزها طيب هنا أيضا الذهاب إلى الحج أو إلى زيارة الإمام الحسين عليه أوضر الصلاة والسلام تارة يتصور يذهب الإنسان مثلا بوسيلة ناقل وتارة يذهب مشيا على الأقدام هنا بالتأكيد الذهاب مشيا على الأقدام يكون أحمز ويكون أصعب وبالتأكيد الإنسان لو مشى على الأقدام يكون قد جاء بالمرتبة الأكمل من هذه العبادة لماذا؟ لأن المشي على الأقدام فيه تعظيم أكثر فيه خشوع لله وتواضع لله سبحانه وتعالى أكثر مثلا الذي يذهب إلى زيارات الإمام الحسين عليه السلام على قدميه يكون في ذلك تعظيم للإمام الحسين أكثر مما يركب بالسيارة أو الطائرة الذي يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى مشيا على الأقدام يكون في ذلك تعظيم لشعائر الله بنحو أكثر فيكون هذا المصداق الذي جاء به سير على الأقدام يكون أحمز طيب كيف تحققت هنا كونه أحمز كونه أكثر كلفة أكثر مؤنة بسبب نفس المقدمة يعني المقدمات هي التي جعلته يكون أحمز أو غير أحمز فإذا مثلا طول مسافة بالسيارة أو بأي وسيلة نقلين يكون أقل مؤنة على الإنسان بينما إذا طول مسافة مشيا يكون أكثر مؤنة على الإنسان فلما كانت المقدمات هي السبب كون العمل أكثر مؤنة يعني أحمز من غيره فإن هنا لا بد من القول كما يذكر الشيخ أن العمل يقسم أو الثواب المكتوب على ذلك العمل أو على تلك المرتبة العالية من العمل تقسم على المقدمات فإذا جاء بالعمل بالمقدمة الفلانية بالمصداق الفلاني وهو السير على الأقدام استحق من الثواب إذا جاء بالعمل بالسير على وسيلة نقلين يستحق الثواب الذي يكون هو أقل فهنا الفرق في الثواب إنما كان هو لأجل المقدمة ولذلك قد نقول بأن المقدمة نفسها أو أن الله سبحانه وتعالى يقسم الثواب على تلك المقدمات التي تجعل العمل أكثر إتقانا وأحمز وأكلف على المكلف طبعا وقد يأتي تفصيل من قبل الشيخ في جواب هذه المسألة أنه لماذا يجعل الأجر أكثر بناء على تلك المقدمات أيضا هناك نقطة أخرى أنه استشكلوا أنكم تقولون لا ثواب على المقدمة ولكن وردت بعض الروايات تقول أنه هناك استحقاق للثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات نفس الوضوء الإنسان إذا توضأ إذا تطهر والطهرات الثلاث إذا تطهر فإنه يستحق هذا من الثواب مع أنه الطهارات لا تقع إلا مقدمات للأعمال هنا أيضا سيأتي الحديث عنه وطبعا هناك من يذهب إلى أن نفس المقدمة تكون موضوعا يعني للامتثال لاستحقاق الثواب يعني هناك تكليف غير الوجوب الغيري متعلق مثلا بالمقدمات كاستحباب الوضوء مثلا أو استحباب الوقاع على الطهارة وبناء على ذلك نقول إذا كان هناك استحباب استقلالي متعلق بهذه المقدمات غير الاستحباب أو الوجوب الغيري لهذه المقدمات فمن الواضح أنه إذا كانت مستحبة بنحو المستقيل فإنه يستحق الثواب على امتثال مثل هذه المقدمة لاحظوا قال ثانيا أنه بعد أن قلنا إنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة فلابد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة الثواب يحصل على إطاعة الوجوب المتعلق بذي المقدمة لا على إطاعة الوجوب المتعلق بالمقدمة هو الوجوب الغيري كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه في كل خطوة كذا من الثواب فينبغي على هذا يعني بناء على ما قلنا هنا أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمال على مقدماته لماذا بأي ملاك؟ باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها وكلما كثرت مقدمات وزادت صعوباته كثرت حمازة العمل ومشقته ليس فقط كثرت المقدمات كيفية الإتيان بالمقدمة الكيفية مثلا طي المسافة له كيفيات متعددة له مصاديق متعددة تارة طي المسافة مشيا على الأقدام تارة طي المسافة بأن يستخدم وسيلة ناقل معينة وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته فينسب الثواب إلى المقدمات مجازا ثانيا وبالعراض باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمال هي السبب المقدمات فتكون السبب في زيادة الثواب نفس هذه المقدمات هي السبب في زيادة الثواب لا أن الثواب على نفس المقدمة لا نفس المقدمة ليس عليها ثواب وإنما هي سبب في زيادة الثواب باعتبار قسم الثواب على المقدمات أنه إن جاء بالعمل بهذه المقدمة له كذا من الثواب إن جاء بالعمل بهذه المقدمة له درجة أعلى من الثواب هذه نقطة النقطة الثانية ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي وسيأتي حله إن شاء الله تعالى أنه كيف يجعل الثواب على نفس المقدمة الخصيصة الثالثة هو أن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا يعني لا يكون تعبديا الوجوب الغيري من حيث الآصل لا يكون إلا توصليا يعني قطع المسافة مثلا إلى بيت الله الحرام هذا لا يحتاج أن يتقرف فيه الإنسان يكفي فيه أن يذهب نعم إذا أراد أن يحصل على الثواب بأن مثلا ينوي التقرب إلى الله تعالى به كما يقول به بعض الأعلام نعم ولكن كلامنا أنه لو جاء به من دون قصد القربة فإنه هنا يكفي فالوجوب الغيري من حيث الآصل يكون توصليا لا تعبديا ولكن هناك بعض المقدمات كالطهارات الثلاث هي عبادية كما تعلمون أن الوضوء لا بد أن يؤتى به بقصد القربة إلى الله تعالى حتى يمكن أو حتى يصح من دون قصد القربة لا يصح الوضوء كيف تفسير أو تأويل هذا سيأتي إن شاء الله كما يذكر الشيخ لاحظوا قال ثالثا إن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا يؤتى به كيف ما كان لا يحتاج إلى قصد القربة إلى الله تعالى أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة لاحظ قال في نفسي كلامنا في نفس الوجوب الغيري نعم قد كما سيذكر فيما بعد أنه قد يأتي دليل يذكر أن هذه المقدمة عبادية كالوضوء نعم إذا كان عندنا دليل على عبادية المقدمة لا بد أن نلتزم بهذا الدليل أما لو فقدنا هكذا دليل لم يوجد لدينا دليل يقول أن هذه المقدمة الفلانية لا تصح إلا أن تكون عبادية إلا أن يؤتى بها بقصد القربة إلى الله تعالى هنا تكون المقدمة عبادية قال ولا يقتضي في نفسه يعني الوجوب الغيري عبادية المقدمة إذ لا يتحقق فيه في الوجوب الغيري قصد الامتثال على نحو الاستقلال كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا طاعة استقلالية له بل إنما يؤتى به أو يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها وإطاعة أمر ذيها ذي المقدمة فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذيها هذا هو المقصود ومن هنا استشكلوا في عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث وسيأتي حله إن شاء الله تعالى رابعا الخصيصة الرابعة التي يذكرها الشيخ هنا أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا يعني إن كان وجوب ذي المقدمة مطلق فوجوب المقدمة الوجوب الغيري للمقدمة مطلق إن كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشيء فوجوب ذيها مشروط بشيء أيضا مثلا وجوب صلاة الظهر مشروط بالزوال فهنا وجوب الوضوء لصلاة الظهر الوجوب الغيري طبعا أيضا مشروط بالزوال لا يصبح الوضوء لأجل صلاة الظهر واجما إلا بعد تحقق شرط وجوب صلاة الظهر يصبح الصلاة فعلية حتى يصبح وجوب المقدمة فعلي أيضا الفعلية والقوة إذا كان وجوب ذي المقدمة فعلا واجب بتحقق شرائطه يكون الوجوب الغيري للمقدمة أيضا فعلا واجب بالفعل واجب إذا كان الوجوب بالقوة ما زال بالقوة يكون وجوب ذي المقدمة أيضا يكون بالقوة طبعا هذا لماذا؟ هذا مقتضى التبعية الذي تقدم رابعا قال رابعا إن الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة لماذا شيخنا؟ قضاءا لحق التبعية كما تقدم خب ماذا يعني هذا كما بينا؟ ومعنى ذلك أنه كلما هو شرط في وجوب ذي المقدمة فهو شرط في وجوب نفس المقدمة الوجوب الغيري للمقدمة وما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوب المقدمة كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة بالفعل يعني تحقق معه وجوب المقدمة وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها لماذا؟ لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته بناء على تفسير التبعية بالعلية حسب القول الثالث بناء على أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها طبعا ومن هنا يلزم إشكال بناء على ذلك أن هناك مقدمات تسمى بالمقدمات المفوتة هذه يكون وجوبها قبل وجوب ذيها مثل قطع المسافة إلى الحج وجوب الحج يكون في اليوم التاسع من ذي الحج فعليته يكون فعليا على المكلف في يوم التاسع من ذي الحج طيب قطع المسافة إصدار الجواز أخذ الفيزا قطع المسافة ما شافها ذلك هذا كلها مقدمات تكون واجبة قبل اليوم التاسع لأنه لو لم يأتي بها قبل اليوم التاسع لا يستطيع أن يكون في اليوم التاسع من ذي الحج في عرفات مثلا مثل هذه المقدمات تسمى بالمقدمات المفوتة أو مثلا إذا كان الإنسان مجنبا وأراد أن يصوم فإنه يجب عليه أن ماذا أن يتطهر أن يغتسل غسل الجناب قبل الفاجر والحال أن وجوب الصوم يبدأ مع الفاجر لا بد أن يغتسل قبل الفاجر لماذا يكون هنا الوجوب متقدم على وجوب لأنه طبعا لو لم يغتسل قبل الفاجر لا يستطيع أن يدرك الصوم بنحو صحيح ولذلك أيضا استشكلوا مثل هذه المقدمات كيف يكون وجوبها متقدما على وجوب ذيها هذا يأتي في بحث المقدمات المفوتة بحث أيضا في علم الأصول قالوا من هنا استشكلوا في وجوب المقدمات قبل زمان ذيها وجوبها قبل زمان ذيها في المقدمات المفوتة كوجوب الغسل مثلا قبل الفاجر لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفاجر فعدم تحصيل الغسل قبل الفاجر يكون مفوتا للواجب في وقته لا يستطيع أن يأتي بالصوم بشكل صحيح في وقته لأن الصوم مشروط بهذه النوع من الطهارة ولهذا سميت مقدمة مفوتة باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع أن الصوم لا يجب قبل وقته قبل الفجر الصوم غير واجب فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته مع أن الصوم يعني الحال أن الصوم لم يصبح وجوبه فعليا فعلية وجوبه عند الفجر وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة مقدمة الواجب تأتي إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لإن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن لمبي أجل وأوسع ترجمة نانسي قنقر